وصل محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والوفد الرسمي المرافق له إلى مدينة يجوبا في مستهل زيارة رسمية لدولة جنوب السودان صرح الدكتور عبد العاطي أن هذه الزيارة الهامة تأتي تعبيرا عن إيمان مصر بضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين لتحقيق تنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين في دولة جنوب السودان الشقيق مشيرا إلى أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان